أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تقدم دعما نقديا لأربعة ملايين أسرى بوقع 16 أو إلى 20 مليون مواطن من خلال برنامج تكافل وكرامة وأنه تم إضافة مليون أسرى جديدة مؤخرا للبرنامج جاءت تصرحات مدبولي خلال حواره مع الشباب المشاركين في منطقة لوجوس الثالث للشباب 2022 والذي التقى بهم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بحضور قدسة البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة الملقصية وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطط للاستفادة من شواطئها الساحلية أفضل استغلال على غرار ما يحدث في أوروبا وأن رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة تتمثل في التركيز على قطاع السياحة كنشاط اقتصادي عبر العمل على مجموعة من الخطط تستهدف زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر في الوقت نفسه أشر مدبولي إلى أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي ترجمة نانسي قنقر